بسم الله الرحمن الرحيم أهله وصحبه وسلم وتسليم ثم ما بعد قبل أن نبدأ في الكلام عن المنهج العملي التطبيقي التربوي بنشير إلى أن الأحداث التي حدثت في الفترة الأخيرة هي إسقاط للنظام وإسقاط للطغوط ولكن هل الشعب مهيئة وهل الناس مهيئة لأن تحكم بالشريعة وهل الناس يستحقون الآن أن يمنى الله عز وجل عليهم بالنصر والتمكين فقد وعد الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض فهل الغالب على الشعب الإيمان وعمل الصالحات أو أن الغالب عليهم البعد عن شرع الله والجهل بأحكام الله ولذلك كثير من الناس إما جهلا منهم وإما يفهمون ولكنهم لا يقبلون حكم الشريعة حتى البقية البقية في الدستور المصري وهي أن الشريعة المصدر رئيسي التشريع المفروض تكون مصدر وحيد يعني إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبده إلا يا فهذه أيضا لا تكفي يعني مفروض أن يكون الشعب يحكم بحكم الله عز وجل وشرع الله عز وجل فوق الدستور فوق مجلس الشعب وكانوا قبل ذلك يعني كانوا يبدأون الكلام باسم الشعب مش باسم الله وهذا معنى الديمقراطية أن الشعب يحكم نفسه بنفسه أن الشعب يختار أفراد فيحكمونهم أو يشرعون قوانين يحكمون بها الناس فذلك مجلس الشعب يسمى مجلس تشريع وطبعا التشريع من حق الله عز وجل لا يجوز التحاكم إلى غير شرعه ولا الرضا بغير شرعه أو اعتقاد جواز التحاكم إلى غير شرع الله أو اعتقاد أن الشرع غير الله أفضل من شرع الله أو مساوي لشرع الله عز وجل كل هذا من الكفر فالمفروض الناس يعني يتربوا ويؤمنوا بأن الحكم لله وأن لا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله وطبعا الثورة كما سموها ثورة 25 يناير يعني أسقطت الطغوط وأسقطت النظام بالفعل وقد يصلت ظالم على ظالم فيسقطه ولذلك الغالب على الشباب الإنترنت الذي بدأ هذه الثورة وإن كان ليس بحولهم وقواتهم يعني وحدهم ولكن الأمر بقدر الله ولعل هؤلاء يعني لما طروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد صب عليهم ربك صوت عذاب أنهم فعلا من كفزة فسادهم وإجرامهم وصدهم عن سبيل الله يعني كانوا فعلا يستحقون أن يسقطوا وأنهم وصلوا لذروة من الفساد والإجرام ومعادة دين الله وأولياء الله ونهب أموال الناس والكاذب والباطل والنفاق ما كان لابد أن يسقط هذا النظام الفاسع الظالم كما قال شيخ الإسلام تيمية إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة تجدون بلاد الكفر مستقر إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا والولايات المتحدة مستقرة فيها عدل أو الغالب عليها العدل وإن كانت كافرة فيقول شيخ الإسلام أن الله يقيم دولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلم إن كانت دين بالإسلام ولكن الظلم يعني من أعظم أسباب زوال الأمم فنقول لعل هؤلاء يعني لما طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد صب عليهم ربك صوت عذاب أو لعل أحد المظلمين دعا بدعوة في جوف الليل فصعدت إلى الله عز وجل كان في الحديث ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لأنصر النكي ولو بعد حين وتكون المظاهرات مجرد يعني أسباب يعني ظاهرة ويكون العامل أساسي في سقوط هذا النظام الغاشم الفاسد دعوة يعني مظلوم مثلا ثم تحقق أيضا فيهم قول الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فهم كانوا الظاهرين أنهم ظاهرين معهم الرئاسة والوزراء والحزب الوطني والبلطقة معهم يعني كل أسباب الظهور في الدنيا ولكن يعني طبيعة الزبد الرغوة والعفش الذي يكون فوق الماء يذهب جفاءة وأما ما ينفع الناس وهو الماء الصافي الزلال الذي ينتفع بين الناس في الشرب وفي ري الأرض فيمكث في الأرض فأذهب الله عز وجل الزبد وذهب جفاءة وهم الآن يتعرضون للفضائح والأحكام والأموال التي جمعوها ومصوا دماء الناس يعني يحرمون منها يعني في الدنيا قبل الآخرة ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فهم يتحصرون يعني عليها في الدنيا قبل الآخرة بالإضافة للذين شرادوا الناس وساجنوا وأعذبهم يتعرضون الآن إما هربان خارج البلد وإما يعني محددة إقامته أو يتعرض للسجن أو للعدام أو لغير ذلك فهذه عقبة الظلم إنما بغيكم على أنفسكم فنقول يعني أن النظام الفاسد يعني سقط ومش نظام مبارك وحده إن كان فساد كثر في عهد مبارك ولكن هذا النظام مستمر من بداية الثورة يعني النفس في التضييق على الإسلاميين اللي عمل جمال عبد الناصر في الإخوان شرادهم وكان تفتح الزنازين ويطلق عليهم بالرصاص الحي يعني قتل وشرد وناس هربوا وناس يعني أصيبوا بالأمراض وتتسجن ومدد متطولة ثم حدث يعني في عهد السادات يعني كذلك وإن كان أحسن الثلاثة أحسن الوحشين فكان فيه شيء من الحريات ولكن كان أيضا نظام القمع والمعتقلات حتى جاء هذا المشؤوم الذي زاد الطينة بالله فملأ البلاد بالمعتقلات والتعذيب وكان بعض الإخوة في الجماعة الإسلامية بعد أحداث أسيط وقتل السادات يعني كان يبقى تفتش على السجن يجدون السجانين يعذبون الناس حتى تذهب أرواحهم إلا أخوة خمسة ستة ميتين فيقول لا ده أنتم عملتوش حاجة يعني أريد أن يقول عشرين تلاتين واحد ميتين من كتر التعذيب فطبعا يعني يعني كثر الظلم في زمن هذا الطغية وكان يقول أنا لم أرحم أحدا وطبعا يعني كان في الحديث من لا يرحم لا يرحم وإذاك الشعب ما رحمه يعني من الاستهزاء والسخرية وما رحموا يعني شيبته وأنهم يعني معد الستين ومرضوا عنده سرطان بقاله سنتين تقريبا يقود عليك ويقول أنه الآن في غيبه الله أعلم بحاله فالحاصل أن هذه عقبة البغي إنما بغيكم على أنفسه لما يبغي كأنه بغى على نفسه لعقوبة لصرعة عقوبة الباغي أرسل أمير نوح إلى أهل الصمرقند كتابا يأمر بأخذ الخراج منهم فجمع أميرها الفقهاء وقرأ عليهم رسالة الأمير فقال له أحدهم قد بلغت رسالة الأمير فاردد إليه الجواب زدنا ظلما حتى نزيد في دعاء الصحر فلم تنضي أياما حتى وجده مقتولا وفي بطن زج رمح مكتوب عليه بغى والبغي سهام تنتظر رمته بأيد المنايا والقدر سهام أيدي القانتات في الصحر يرمين عن قوس الله الليل وطر أيضا يتحقق في هذا النظام الغاشم قوله عز وجل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يقول الأفسار فكان كل الخوف وكل التضييق على الجماعات الإسلامية على الإخوان وعلى السلفيين وكل الحضر والغرب يخاف والشرق الكافر يخاف وإسرائيل ما كانوا يتوقعون أن يأتيهم يعني بأس الله عز وجل وأن تبدأ الشرارة من شباب الإنترنت نساء وشباب الإنترنت فما يعلم جنود ربك إلا هو فالله عز وجل استعملهم في بداية الثورة ولكن يعني بالطبع يعني وحدهم لم يمكنهم يعني فعل شيء ولكن إن شاء الله عز وجل كما قلنا لظلمهم وبغيهم وأيضا يعني الأمة قامت معهم لأن في عامل مشترك الكل لأن تحت وطأة هذا النظام الغاشم الظالم الفاجر فخرج معهم الإخوان وخرج يعني معهم يعني طواقف الشعب وعموم الناس لأن الكل يعاني من الظلم من البطش ومن الأحوال المعاشية السيئة حفنة يعني يعني عدة مئات يعني 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 يحصلون على خمسة وتسعين في المية أو سبعة وتسعين في المية يعني من ميزانية الشعب والباقي يعيش على الفتات لسه في ناس بتاخد مئة وخمسين جنيه ومتين جنيه في الشهر يقولون سبعين في المية يعني من الشعب المصري يعيش تحت مستوى الفقر يعني الواحد منهم سبعين ولا تحت حط الفقر يقول الواحد منهم يعني يعني دخله دولار في اليوم يعني ستة جنيه يعني تقريبا يعني ستة جنيه يكفه الشخص يكفه مسكن ومأكل ومالبس وإذا كان بيدرس أو بي يعني طبعا يعني وضع سوي يعني كما يقولون فكانت أسباب هلاك هذا النظام يعني موجودة فيه فكان لابد أن يسقط فالله عجل استعمل هؤلاء وتجمع يعني معهم طوائف الشعب وطبعا بعض الناس أنكروا على الدعوة السلفية لأنها لم تشارك في المظاهرات لأن الدعوة السلفية لا تخرج في الهوجة يعني كما يقولون ناس رفع الصليب مع الهلال ونس يقولون الصليب مع الهلال أو الهلال مع الصليب ونس يعني كان في بآخر الأيام في المظاهرات كانوا بيشغلوا موسيقى يعني تعربية شيلة موسيقى يريدون أن يثير الناس بأي طريقة طبعا الوسائل لا حكم المقصد يعني إذا كانت المقصد شرعي فلا بد أن تكون وسيلة أيضا شرعية يعني لا تتوسل ما هيش مكيافرلية يعني أن الغاية تورر الوسيلة ولكن الإسلام كما أن الغاية شرعية لا بد أن تكون أيضا الوسيلة يعني شرعية لا بد أن نتوسل بوسيلة شرعية فالهتفات التي كانت تنطلق واختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك يعني من الأسباب التي وأيضا المطالبة بدولة مدنية يعني كما قلنا أنهم بعضهم يعني جاهل منهم يعني يظنون أن مدنية عكس عسكرية وبعضهم يعني فيه مرض في قلب أنه أساسا مش عايز الإسلام وعايز يجهز على الجزء الباقي من الإيه يعني من الإسلام اللي موجود في الدستور المصري أن الإيه الشريعة الإسلامية المصدر رئيس الإيه للتشريع فمثل هذه الظروف يعني ما تسمحش للدعوة السلفية أن تشارك لأنها تشارك معهم في المأثم يعني وأيضا تحريق يعني أشياء غير منضبطة يعني شرعا فالذي يشارك معهم يحمل معهم يعني الإثم المخالفات التي تحدث فالإخوة استعادوا عن ذلك بالمؤتمر بالبينات التي كانت تنزل بحراسة أموال الناس ومتلكاتهم توفير السلع الغذائية حتى لا تحدث مجاعة أو التجار يستغلون الفرصة يعني في يعني في التضييق على الناس ورفع الأثمان عليهم على أي حال يعني الحمد لله حصل يعني أننا وصلنا النص الطريق يعني أنه سقط هذا النظام وسقط الطغية وسقط يعني من حوله من الطغاء ومن المفسدين ولكن ليس هذا التغيير الذي نريده يعني أننا مش عايزين يروح طغية ويجي طغية أو يروح واحد ديكتاتور ويجي واحد علماني ما فيه شك أن أي نظام يجي يكون أهوى من النظام السابق الذي عانى يعني ويلاته أكثر المسلمون المنتزمون الدعاء إلى الله عز وجل أكثر ناس الذين عانوا من هذا النظام الغاشم الظالم الموالي للكفر أي مكان فيه حرب بين الإسلام وبين الكفر يتجد أن حسن بركة مع الكفر في الشيشان شيشان مع الروس ومع الروس فلسطينيين مع إسرائيل ومع إسرائيل في أي موقع فهو يأخذ الإسلام في كل معركة في كل موقع وفي كل موقف طبعا هو ونظامه فكان لا بد أن يخذ له الله عز وجل ولا بد أن يفضحه وأن يكون عبرة لكل طغية وكل متكبر وكل ديكتاتور وصار احنا في موسم سقوط يعني الطغاء يعني كلهم سوف يسقطون بإذن الله ولكن من نمرة ثلاثة ومن نمرة أربعة ونمرة خمسة الله أعلم ولكن يعني كلهم سوف يسقطون بإذن الله تعالى ليس هذا التغيير الذي نريده ولكن نحن نريد تغييرا الذي نهدف إليه والذي نفذل أرواحنا من أجله يعني أن تعود الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ومثل هذا التغيير يعني تغيير الأول اللي هو إزالة الطغية كما قلنا يمكن أن يصلى الطغية على طغية يزيلوا لا يشتغطون أن يكونوا أهل إيمان ولكن التغيير الذي نريده رفع راية الله عز وجل تحاكم إلى شرع الله عز وجل يعني هذا ليس من شيء بين نساء المتبرجات ولا شباب الإنترنت بل ناس بصفات معينة وصفاهم الله عز وجل في قوله يا أيها الذين أمنوا من يضطد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلائم فإحنا في مسافة أو في حلقة لسه مفقودة وهي يعني كيف نصل إلى الوعد الموعود والأمل المنشود وهو الوصول إلى التحاكم إلى شرع الله وأن يكون الشرع هو الحاكم على الجميع فهذا يحتاج يعني إسقاط الطغية يعني تم في أقل من شهر ولكن تعبيد الناس وتطويع الناس لله عز وجل وبيان محاسن الإسلام وترغيب الناس في الدين القويم وتحذيرهم من المعاصي والمخالفات ومخالفة شرع رب الأرض والسماوات هذه وظيفة الدعاء إلى الله وطبعا أحسن ما كان في صفوط النظام يعني أن تقع وتسقط سيطرة النظام على الدعاء إن الدعية لو راح كفر الدوار يعمل للقضية لو راح تحرك خارج البلاد للدعوة مشكلة لأنهم يحكمون القبضة على البلاد ويعينهم طبعا قانون التبارئ والنظام كله فاسد كله محارب لشرع الله كله موالي لأعداء الله فهي فرصة للدعاء يعني من أجل تبيين محاسن الإسلام وتعبيد الناس لله عز وجل كما قال رب عي بن عامر إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ونضيق الدنيا يعني إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فتبقى الفترة المقبلة يعني هي الفرصة الذهبية للدعاء لنشر دين الله عز وجل ترغيب الناس في الشرع ولكن يعني ليس يعني من الحكم أن نطالب الآن بتحكيم الشرع فيرفض الناس تحكيم الشرع فيقول الإسلام فشل أو أننا ما فيش عندنا ناس مؤهلة لأن تسوس الأمة بكتاب الله عز وجل وسنة وصول الله سلام أو الناس أصلاً لسا عايزين يعني تجدون مثلاً تشريع الإسلامي كان فيه تدرج يعني تحريم الخمر يعني كان سنة تمانية تقريباً يعني بعد عشرين سنة من بداية البعثة تحريم الخمر للفترة الأولينية تقرير معاني الآخرة وذكر خصص السلفين والهلاك الطغاة وكيف أن الدولة والجولة أود أن تكون للمؤمنين فكما قال تعيش رضي الله عنها كان أول ما نزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنار تقصد سورة المدثر ولو نزل يعني من أول لا نزل من أول ما نزل لا تشرب الخمر لا قول لا ندع الخمر أبداً فالشرع رائع النفوس البشرية العرب كانت تحب الخمر وتتفاخر بها وتعتقها فلو كان نزل تحريم الخمر في مكة في بداية الدعوة لأبا الناس الدخول في الإسلام ولكن الإسلام رب عقية الإيمان باليوم الآخر ووازع التقوى وتربى وقوم الليلة إلا قليلة نصفه وانقص منه قليلة تربى الإيمان في قلوبهم يعني أولاً وسقاهم النبي سعى سلم القرآن فلما نزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسوا من عمل الشيطان فاجئ تنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا انتهي كما يروي أنس وكان بيصغي أبا طلحة وناس من الصحابة وأتى آت فقال له بأن الخمر قد حرمت فأمره أبا طلحة أن يلقي بالخمر فكل عنده خمر ألقاه في سكك المدينة فصلت كالأنهار فإحنا محتاجين فترة يعني أولا من أجل تربية وأنه يتعقون أن يتنزل عليهم نصر الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون صحيح فيه إخوة كثيرون وناس بتأم المساجد تحدث دروس العلم ولكن هل هم بالكيفية والنوعية التي يتنزل عليهم بها نصر الله عز وجل هل هم فعلا جند لله عز وجل هل الواحد منهم يعني يرحب بأن يندق عنقه وتسيل دماؤه ويرتفع دينه الله عز وجل لا بد من تربية يعني هذا الجيل كما كان من أحد الصحابة لما أسر وعذب يعني عذابا شديدا وقيل له أتحب أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك فقال الله ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة أيها أيضا معافا في أهلي وماله وفي ذلك قيل أصرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السيافي سأله هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإطلافي فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي ولما أرادوا قتله أنشى يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي ما دام في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي وحرام الملحان لما رمي بسام اخترقه السام فجمع الدم على يديه ثم ألقى به على رأسه وقال فزت ورب الكعبة وقال فزت ورب الكعبة فمثل هؤلاء يرتفع الإسلام ويتنزل نصر الملك العلام فتكون وظيفة الدعاء في هذه الفترة تربيت هذا الجيل الذي يستحق أن يتنزل عليه نصر الله عز وجل لأن النصر منا والتمكين منا من الله وعد الله الذين أبنوا منكم معاملوا الصالحات لا يستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي اغتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء فتربيت هذا الجيل وطبع احنا كنا ندلس كتاب التربية واحنا في الفصل الأخير منه وهو التربية العملية تربيت هذا الجيل الذي يستحق أن يتنزل عليه نصر الله وقلنا أن الجيل الفاضل الذي تحققت فيه أسباب النصر ومؤهلات النصر والتمكين هو جيل الصحابة أفضل جيل تشرفت به البشرين تلمذة النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على المربين وعلى الدعاء أن تكون أخلاق هذا الجيل الفاضل لنصب أعينهم يعني يكون هذا الجيل النموذجي الذي ينبغي أن يتربى شباب الأمة يعني على هذا النمط وعلى هذه الأخلاق وعلى هذه المؤهلات لأن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد من خلق نسب ما فيش قرابة ولا نسب بين الله عز وجل وبين أحد من عباده ولكن إذا توفرت معاهلات معينة يعني في المسلمين يتنزل عليهم نصر الله عز وجل وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ فنصر الله عز وجل ليس برفع شعار الإسلام والحل ولا برفع شعار القرآن دستورنا والموت في سبيل الله أغلى أمانينا ليس بالشعارات يعني بالنصر الله يعني بالالتزام بشرع الله الإنسان يلتزم بشرع الله في خاصة نفسه ويلزم زوجته وأولاده بشرع الله عز وجل وإن كان عنده ورشة عنده مصنع عنده مدرسة يعني كل من يلوذ به وكل من له سلطان عليه فهو يحاول أن يلزمه بشرع الله عز وجل فما يكون الإنسان يعني لا يستطيع أن يحكم بيته بشرع الله وتجي المنكرات والمعاصي وهو عاجز عن إقامة شرع الله في بيته ثم ينادي بتحكيم شرع الله عز وجل على الأمة فنقول فاقد الشيء لا يعطيه فعلينا أن ننصر الله عز وجل أولا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم فأول شيء في نصر الله أن نحن نطبق شرعه ونحل حلاله ونحرم حرماه ونغار لدينه فهذا من أسباب يعني نزول نصر الله عز وجل يدعين أيضا كل مسلم لابد أنه وقع على هذا العقد وهو أنه باع نفسه وما له لله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمولهم بأن لهم الجنة ده مش عقد اختياري ولذلك اللي جاي بيع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستثني الجهاد والصدقة فقال لو نحن قوم معرفون بالجبن يعتذر عن الخروج في الجهاد عن تعريض النفس القتل أو الجراح العظيمة ويعتذر عن الزكاة أنهم أيضا معرفون بالبخل النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يبيعه قال لا جهاد ولا صدقة فعلام الجنة إذن أن الجنة تكون مقابل مقابل البذل إنسان على الأقل يكون عنده نية البذل والتطفية ليس معنا ذلك أنه بيعمل أي عمل يعني سواء عاد على الإسلام بالخير أو الشر أو أي كما كان يظن بعض الناس في بعض الأوقات اللي أود أن يريق دما يعني حتى يكون جاهد طبعا قد يكون دم دم محرام يعني زي اللي بيؤتي لشرطة أو ضبط شرطة ويظن هو عمل شيء طبعا ده حتى لو كان عامل معاصي ولو كان هو يعني بيعضض التغوط ولكن يعني هو لم يخرج من ملة الإسلام يعني هو ملبس عليه أو حتى يعلم أنه يعني فاعل معاصية أو لا يجوز له هذا العمل ولكن هذا لا يحل دمه زي الأخ اللي قتلوه قالو ده كان بيشرب مخدرات اللي هو خالد سعيد فنقول له حتى لو كان بيشرب مخدرات يعني ما يدوس قتله يعني يعني هو خلاص صرحة للدم وانتوا يعني بتقيموا الشرع فأقامتوا عليه حد الله عز وجل وأنتم أولى من تقام عليه إيه الحدود فالحاصل أن لابد أن أن الناس يعني تلتزم أولا بشرع الله عز وجل طبعا ما يشترطش في الناس كلها أنها تكون يعني مؤمنة صادقة وأنها كلها علماء كفي خصة طالوت يعني لما قول إبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قول النبي لهم وكانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي بعث الله عز وجل له نبيا فأصابتهم يعني صحبا ورغبة في الخروج يعني من الذل كما حدث في الشعب المصري في الفترة الماضية فقالوا لنبي لهم نبي هذا الزمان ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال وتولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظلمين فكانت أول تصفير لما كتب عليهم القتال معظمهم فكان حماس ظاهر الذي يسخنوا الناس من بره وهما ليس متربين من جوة لا ترباش بقيام الليل والصيام والاستعداد للبذل والتضحية بل مجرد تسخين من الخارج فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منه ثم هذا القليل حدث له عدة تصفيات أخرى لما قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طلوطة ملكة قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال على درجة غلبان وفقير وهو ليس من سلالة الملوك فقال إن الله صفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسعون عليم ألا ده عنده مؤهلات أن يكون ملكاً فيحتاج إلى قوة علمية وقوة بدنية وهو عنده بسطة في العلم والجسم ممكن يكون نسيب أو من سلالة الملوك ولكن ليس عنده المؤهلات أو يكون غني ولكن هو ذاته يعني ما عندهوش ملكات القيادة فهذا كان يجمع القوة البدنية والقوة العلمية وقال لهم نبيهم إن آية ملكه يعني أعلامة أن الله عز وجل هو الذي ملك عليكم أن يأتيكم التبوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين يعني أعلامة أنه الله عز وجل هو الذي عينه وهذه المعجزة تدل على أنه يعني أو الآية مثلا تدل على أنه من عند الله عز وجل أن الله عز وجل عينه أن يرجع لكم التبوت الذي سلب منكم فيه سكينة وكانوا يستبشرون بهذا التبوت إذا كان معهم ينتصرون وإذا سلب منهم لا ينتصروا وفيه بقية من أثار يعني آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبت ليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني وإن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فكانوا يعني في غاية العطش والاختبار دائما يأتي في شيء يعني عزيز على النفس كما امتحن يعني إبراهيم في ذبح بكره وهو إسماعيل عليه وعلى نبيان صلاته التسليم وإلا لا يكون اختباراً اختبار يبين يعني مدى الإيمان ومدى المحبة فكانوا في غاية العطش فمروا بنهر فقال إن الله مبت ليكم يعني مختبركم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منه فكانت التصفية يعني الثالثة أو الثانية شربوا منه إلا قليلاً منه فلما جاوزوا هو الذين آمنوا معه قبل طاقة لنا اليوم بجلوت وجنود يعني خلاصة الخلاصة كما يقولون يعني أيضاً ما كانوا جميعاً على المستوى المطلوب ما كانوا جميعاً يعني على قوة من الإيمان من العلم من المصيرة قبل طاقة لنا اليوم جلوتا وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصبرين فبألم الشرط يكون كل الناس علماء ولكل الناس على درجة إيمانية عالية جداً ولكن يعني قد يكونوا على مستوى معين ولكن يكون فيهم من العلماء الذين يذكرونهم والذين يرفعون بهممهم ويبصرونهم فكان في هؤلاء يعني علماء الذين يظنون أنهم ملاقوا الله قالوا كم من فئة كم هذه للتكثير يعني كثيراً ما تغلب يعني فئة قليلة فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصبرين فكما قلنا أن الإيمان الشرط يكون كل الناس علماء ولكن لابد أن يكونوا على مستوى يعني معين من الإيمان ومن الفاهم ومن العلم ثم يكون فيهم يعني العلماء الذين يذكرونهم ويرفعون بهممهم ويرغبونهم في الشهادة والبذل لتحقيق الغاية والوصول يعني إلى التحاكم إلى شرع الله عز وجل فهذه الفترة المقبلة يعني هي فرصة بالنسبة للدعاء في التحرك بالدعوة إلى الله عز وجل وتبصير الناس بشريعة الله يعني عز وجل لأن الله عز وجل لو استعملنا في أعزاز الدين سوف يكون لنا أجر الأمة إلى أن تقوم الساعة كما أن للصحابة أجر الأمة إلى أن تقوم الساعة ما صلى أحد صلاة ولا صام يوما ولا تصدق بصدقة إلا وكان ذلك في ميزان الصحابة رضي الله عنه كذلك لو استعملنا الله عز وجل في أعزاز الدين ورفع رأية المسلمين وطبعا نصر الله عز وجل لآية يعني كما بشرت الحديث والآيات ليظهره على الدين كل ولو كره المشركون وكما قال النمس سلم أن الله جمع زوالي الأرض فرأيته مشارقها ومغاربها يعني طبعا البعثة كانت من خمستاشر قرن تقريبا أو 14 شوية فما كانتش الأمريكاتين اللي اكتشفوا من 200 سنة أو 220 أو 30 سنة واستراليا نص العالم تقريبا لم يكن معروفا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الفتوحات الإسلامية كانت في الثلاث قرات المعروفة أفريقيا وأوروبا وأسيا ولكن أستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية لم تكن معروفا ولذلك الفارس المسلم لما وقف على شاطئ الأطلنط وقال والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل لخطك بفرسي هذا لو علم أن وراء المحيط الأطلنطي الأمريكتان لخاض البحر بفرسيه فنقول أن لابد أن تكون هناك فتوحات إسلامية يعني جديدة وهذه تكون أكثر وأعام من الفتوحات الأولى لأن نفس السلام قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وقال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار يعني عم كل الأرض وليترك الله بيت مدر ولا وبر مدر بيت الحجارة والوبر بيت الشعر أو الخماش اللي هو بتاع البدو إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر فنقول إن هناك فتوحات إسلامية قادمة وإن الأمور بتتغير كما رأينا يعني من رحمة الله يعني عز وجل فلابد أن نبشر بأن هناك فتح قادم ولكن من يستعمل في هذا الفتح ومن يكون دمه وماله وجهده ووقته يعني ثمن لهذا الفتح وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم وقال عز وجل يا أيها الذين من ومن يرتد منكم وعنديني فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبون وقال إن الله اشترى من الأمورين أنفسهم وأموا لهم بأن لهم الجنة مش من الأدب أنك تخطع المحاضرة فينبغي يعني أن نبشر بالإيه بالنصر ولكن يعني من يستعمل في هذا النصر ومن يوفقه الله عز وجل فيكون من أسباب النصر والتمكين فنقول إن ما حدث بالنصر وما حدث بتونس وما سيحدث بإذن الله تعالى في بقية الأنظمة الغاشمة الكافرة الظالمة الموالية للكفر هو بداية فجر جديد وبداية النصر جديد وهو أيضا بداية النهاية بالنسبة لإسرائيل لأن أكثر يعني من يحافظ على إسرائيل يعني هذه الأنظمة الغاشمة الموالية للكفر لأنها أيدي وأرجل الغرب الكافر يعني في تنفيذ مخططاتهم في بلاد المسلمين وأيضا هم الذين يعني يدافعون يعني عن إسرائيل ومعهدة السلام كان بديفيد وغيرها من المعهدات التي يعني بيتمكن بها اليهود يعني من ضرب إخواننا في فلسطين وهم يعرفون إن القوة الضاربة في الشرق الأوسط يعني الجيش المصري أو مصر فإذا حيادوا مصر فهم يفعلون مع الفلسطينيين يعني ما يشاءون فهذه بداية النهاية يعني بالنسبة لهم لذلك يكون في غاية الانزعاج يعني مما يعني حدث والله غالب يعني على أمره فالفترة المقبلة كما نقول يعني فترة التربية وإعداد وفترة التهيئة للأمة يعني حتى تستهق أن تحكم بالإسلام وأن يتنزل عليها يعني شرع الملك العلام فالتغيير الذي ننشده يعني هو التغيير إلى التحاكم إلى شرع الله عز وجل وأن يحكم المسلمين يعني الرجل يعني يعمل من أجل أن تكون كلمة الله العليا يرفع رأية الله عز وجل ويحارب أعداء الله عز وجل ها نكتفي بهذا القدر ونأجل درس التربية الدرس المقبل أيضا حتى أحضر وقية للإخوة ونجيب عن بعض الأسئلة وطبعا نحن يعني فترة يعني فترة فيها يعني خلاص من النظام الظالم الغاشم الغاشم ولكن الطراب الأحوال أيضا بنعتبر أن فيها شيء من الفتن أو الاضطراب فبنحتاج لمزيد من الطاع والعبادة فأحد إخواننا بيذكر أن غدا تلتاشر يعني يعني بقيت هذا الأسبوع صيام شاء الله تعالى بكرة تلتاشر والخميس أربعتاشر والجمعة خمستاشر فدي الأيام البيض فنحرص على إيه صيامية وإحنا عموما أيضا يعني إحنا في فصل الشتاء النهار قصير يعني تقريبا أقصر وقت في السنة أو من أقصر الأوقات في السنة والليل طويل فهو فرصة للقيام وفرصة للصيام تستطيع أنك تنام تأخذ قصة منهم جيد وتقوم جزء من الليل ساعتين ساعة ونصف ساعة مثلا وأيضا إنسان يعني لا يبخل عن نفسي ومن يبخل فإنما يبخل على نفسي هل كتب القرآن كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني هو كان كتب في المكان لم يكن مجموعا يعني كان موجود في العظم والخاف ورخائق الحجارة يعني يكتبون عليهم ما كانش فيه طبعا ورق يعني ولكن كان جمعه في زمن أبو أكثر الصديق أن يجمع في مكان واحد يعني جمع في مكان واحد ثم كان في زمن عثمان رضي الله عنه كان من أجل أن يجمع على حرف واحد وحرف قريش حتى لا تختلف الأمة في القرآن ما الدليل على عدم نقصان القرآن أو زياد عليه فيما بين أيدينا فنقول له هل أنت تصدق الله عز وجل إن نحن زلنا الذكرى وإن له لحافظون والدليل على كده أيضا أنه ما فيش يعني لو نزل مصحف في تشكيل آية أو كلمة خطأ تجد يصاح عليه من كل جانب وتصادر الصحف كما فعل يعني بعض الناشرين في الخارج إنه هو بينزل أناقيل محرفة فبتتبع وتتروج وأصلا متحرف يعني فمش هيزود إنه لو غير فيه حاجة ولكن لو نزل القرآن فيه تشكيل حرف خطأ هتجد لأن الأطفال يحفظون والكبار والحفاظ موجودون منقول يعني في الصطور وفي الصدور فالله عز وجل تولى بنفسه حفظ القرآن بل وحفظ السنة لأن لم يقل إن نحن زلنا القرآن قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون والذكر يشم القرآن والسنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين لناس ما نزل إليهم فنزل إليهم والقرآن قطعا فيكون الذكر في الآية هو السنة فالله عز وجل حفظ أيضا السنة لأن حفظ السنة من تمام حفظ القرآن فالسنة تبين مجمل القرآن وتخص عامه وتفسر مجمله فكان لو أد من حفظ السنة ليس حديث إلا والعلماء قالوا هذا حسن وهذا صحيح وهذا ضعيف وهذا موضوع وهذا لا أصل له فهذا أيضا حفظ السنة مع القرآن أن حفظ السنة من حفظ القرآن هل يمكن أن نعتبر أننا في وضع ماثل الوضع الذي يمكن فيه التحاكم لا مدام يوجد العلماء ويوجد منهم أنه أقل درجة في الإيمان نحن نقول أن الغالب على الناس البعد عن شرع الله يعني تجد مثلا قص الأماكن اللي بيقول عليها راقية وهي مش راقية ولا حاجة المستوى المادي مرتفع تجد المسجد مثلا ممكن الفجر ما يتفتحش الفجر أو يصل إلى اثنين ثلاثة وتأجد منطقة فيها خمسمائة راجل ولا ستمائة راجل فنسبة قليلة جدا يعني الغالب على الناس البعد عن شرع الله فنقول أننا هؤلاء يحتاجون دعوة يعني من أجل أن نقربهم ونحببهم في الإسلام فكانت المشكلة في الناس وفي الحكام حكام ظلمة وشعب بعيد عن شرع الله المنكرات والمعاصب والفواحش وانتشرة في الناس فنحن محتاجين نحن نرتقي بهم وبأحوالهم وتنتشر الدعوة فيهم فالله جل يرانا إذا بذلنا جهدنا أهلا لأن يتنزل علينا نصر الله عز وجل ولكن الوضع الآن سمعت أن في التحرير بعض الناس قالوا الإسلام هو الحل فألو لا لا اسكت واللي راحوا بالتحرير شافوا الجو هناك يعني ناس بترقصه وتغنيون رجاله وانساءه يعني ولعلي دي من رحمة ربنا الثورة تمر يعني لو كانت ثورة كلها ناس ملتزمة وترفع راية الإسلام وكذا كانت كل وقف أمامها ولكن لما لقوها ثورة يعني فعلا شعبية وإن اللحة كان في لحة باستقالية يعني الإخوة الملتزمين كان في بعض الإخوان السلفين واناك وخاصة الإخوة في القائرة يعني دراءة والمشاركة في الانتخابات وذلك احنا نقول هي مسألة اجتهدية يعني ما نقولش إن إحنا إيه إن إحنا اللي صح وغيرنا غلط أو إن اللي خرج من المظاهرات يأثم فإخوة على خير وعلى علم الدكتور محمد عبد المقصود ودكتور محمد يسري والإخوة في القائرة شيخ ناشآت والشيخ صفوت وغيرهم من مشايخ القائرة يعني كانوا مشاركين في المظاهرات ولكن يعني كان الغالب أو العدد الكبير في الناس اللي هو مش الاتجاه الإسلامي فالحاصل إن الإيه إن الأخي بيحسن الظن إن إحنا فعلا أن يتنزل علينا نص الله عز وجل ولكن نقول إن إحنا مشينا نصف الطريق إن سقط الطغية وسقط الطغاء من حوله ونحتاج لجهد جهيد في الدعوة يعني حتى نستحق أن يتنزل علينا نصف الله عز وجل والإخوة أيضا بيحضون إخوانهم على المشاركة في الحملة على جمع يعني التوقعات بالنسبة للبند الثاني في الدستور اللي هو المحافظة عليه وأيضا تفعيله إنه ما يكونش بس ورق يعني حبر على ورق لأنه فعلا في الواقع كان حبر على ورق الفترة الماضية ولكن نحن نخش أن يزول أيضا الحبر اللي على ورق يعني ما يكونش الأمة أي صلة بالإيه بالإسلام وتكون مصر يعني دولة يعني مدنية زي تركيا أو غيرها لا تدين بدين نكتفي بهذا القاتل أقول خولي هذا السلام عليكم وصلى الله وسلم وبركاته محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة